وينضب إلينا في السوديو ضيفنا الدكتور سفيان أبو زايدة وزير شؤون الأسرار فلسطينية الأسبق أهلاً وسهلاً دكتور سفيان أهلاً بك مسأل لو سألتك في البداية ما لفت نظرك في تطورات اليوم السابع والستين سياسياً وعسكرياً الكثير اليوم أحداث كثيرة في الحقيقة يعني عسكرياً الإعلان الإسرائيلي عن استعادة جثتين لجندي وإمرأة إسرائيلية وهناك عمليات قصف شديد في جباليا 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 البلد وهناك معارك بارية في الشجعية هناك جنين جنين نعم هناك شهداء جنين هي عملياً الأخت الصغرى الشقيقة لغزة نعم وهم بالفعل يعني يمارسون في جنين تقريباً تقريباً معظم ما يمرسوا في غزة بما في ذلك القصف بالطيران يعني هم مش في حاجة للقصف بالطيران ولكن تخريب البنية التحتية النسخة المصغرة من العدوان على غزة نعم سياسياً طبعاً تصريحات بايدن تصريحات نتنياهو المعتوها التي استفزت حتى المجتمع الإسرائيلي في الربط بين أوسلو وبين العملية السياسية وبين دولة فلسطينية وبين ما حدث في السابع من أكتوبر وتصريحات بايدن الذي يقول فيها أن على نتنياهو أن يغير حكومته وأنه لا يستطيع أن يرفض إقامة دولة فلسطينية هذا يعني نتنياهو الذي تبنى فكرة أن القضية الفلسطينية ماتت وأن الدولة الفلسطينية ماتت وأن حل الدولة أصبح من الماضي هو الآن يعني يستقبل تصريح من أكبر حليف لا الولايات لا لا إسرائيل وهو الولايات المتحدة الأمريكية طيب يعني لو بدأنا من التطورات الميدانية وحضرتك أشرت إلى أن الجيش الاحتلال أعلن عن استعادة جثتين لجندي وجندية في غزة ولم يحدد المكان ولكن يعني كما فهمنا من التقارير حتى من الإعلام الإسرائيلي أنه يعني الاستعادة عملية الاستعادة تمت يعني قبل أيام ولم يعلن عنها إلا اليوم هل لدك تفسير لذلك؟ يعني أولا هم يقولون وليس بالضرورة كل ما يقولونه صحيح ولكن من باب الأمانة نقول ما هم ماذا يقولون يقولون أن الجثتين كانوا موجودين في مقر قيادة القائد لواء الشمال الشهيد أحمد الغندور الذي أخلي هذا المقر وكانوا موجودين في طابق أرضي تحت مقر القيادة وهم وصلوا إلى معلومات دقيقة حول هذا الأمر الجندي الإسرائيلي هو بالتأكيد قتل في 7 أكتوبر المواطنة أو المستوطنة هي كانت في الحفل من الحفل وهي لم تكن في الخدمة العسكرية هي عمرها حوالي 26-27 سنة هي أصيبت هكذا يقولون هي أصيبت في الحفل ولكن إصابتها غير مميتة حتى الآن هم غير متأكدين الجثة في التشريح للتأكد متى توفيت متى قتلت ولكن هم ذهبوا لكي يحصلوا على جثتين لماذا التأخير؟ لأن التأخير له علاقة بعملية التشخيص هذه الجثة ربما تكون متحللة ليس بالضرورة موجودة في تلاجة الموتى ربما لا تكون إمكانيات وبالتالي هم بحاجة إلى وقت لكي يحللوا وفحص الـ DNA إلى آخر الأنباء تتحدث عن أن عملية تخليص الجثتين في هذه العملية كان قد قتل نجل عضو مجلس الحرب جادي أيزين كوت نعم هو كان في هذه العملية قتل وأنا شخصيا لا أستبعد أن يكون قد يكون كمينا بمعنى أن المقاومة ربما قدرت أن إسرائيل قد تحصل على معلومات نتيجة الاعتقالات التي حصلت وهي ليس بالإمكان أن يتم نقلهم من مكان إلى مكان بسهولة طبعا وبالتالي شركوا هذا المكان أنا شخصيا لا أستبعد هذا الأمر في النهاية دفعوا ثمنا غاليا مقابل أن يستعيدوا الجثته طيب التصريحات القوية التي أعلنها نتنياهو بحق السلطة الوطنية الفلسطينية هو يقول لن أسمح بأن تكون غزة حماسستان أو فتحستان جديدة ولن أكرر خطأ أوسلو يعني نتنياهو لا أحد يصدقه بما يقول بالمناسبة أنا أتحدث لا أحد يصدقه في إسرائيل وبالتأكيد لا أحد يصدقه في العالم نتنياهو منذ أيام يقود حملة انتخابية مبكرة بمعنى هو يشعر أنه في استطلاعات الرأي هو يتراجع الشارع الإسرائيلي لا يثق فيه الأمن لا يثق فيه وبالتالي هو يخوض حرب إعلامية مبكرة لا يستطيع أن يتحدث بلغة معتدلة هو يعرف أنه ليس له نصيب من أصوات المعتدلين أو الوسط أو حتى اليمين العاقل إذا كان هناك يمين العاقل ويذهب إلى اليمين المتطرف بالضبط فهو يقول أنه لا نريد أن نكرر غلطة أوسلو بالمناسبة ربما براك قائد حزب العمل في ذلك الحين لم يطبق أي شيء من أوسلو ولكن نتنياهو طبق أوسلو نتنياهو أفرج عن موتقلين نتنياهو وقع على اتفاق الخليل نتنياهو وقع على انسحابات من الضفة الغربية في حينه بمعنى يعني هو لا أحد يصدقه أيضا نتنياهو عندما زنق في قبل عوام تحدث عن دولة فلسطينية في خطاب ما يسمى خطاب بار أو المعروف بخطاب بار إيلان بمعنى نتنياهو عمليا هو يقود معركة انتخابية مبكرة في اعتقادي هي معركة خاسرة لأن نتنياهو لن يكون له مكانا في السياسة الإسرائيلية بعد انتهاء الحرب أو في حال الذهاب إلى انتخابات في إسرائيل وأيضا ليس وحده نتنياهو من يطلق هذه التصريحات المتطربة في هذا الوقت بالذات يعني وزير الاتصالات الإسرائيل يقول لن تكون هناك دولة فلسطينية هنا ولن نعود أبدا إلى أوسلو يعني هما هذه الحكومة كلها متطرفة هو لدي مزراء متطرفة بايدن قبل قليل وصفها بأن أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفة أكثر الحكومات تطرفة أعتقد هذه الحكومة يعني عندما بايدن يصف هذه الحكومة بأن أكثر الحكومات تطرفة يعني ماذا تريد بعد ذلك؟ لأن بايدن يدرك أن هناك تغيير قادما في إسرائيل وأن المسألة مسألة وقت فقط وهذا أمر حقيقة هو نتاج لكل ما يحدث منذ السابع من أكتوبر طيب يعني لماذا يعني يضع نتانياهو في الآونة الأخيرة السلطة الوطنية الفلسطينية في مرمى أهدافه وتصريحاته النارية؟ هو يدرك أن السلطة الفلسطينية رغم أنها لا تملك الصلاحيات ولا تملك سيادة في الضفة الغربية ولكن السلطة هي كيان سياسي هو يمثل الشعب الفلسطيني منظمة التحرير هي المسؤولة على هذه السلطة والسلطة هي كيان سياسي وبالتالي هو وكأنه يريد أن يرفع شعارا رفعا في السابق لا يوجد شريك فلسطيني هو أيضا يريد أن يبرر لماذا كل هذا الوقت أضعف السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وأوقف العملية السياسية وبالمقابل عمل على تعزيز الانقسام الفلسطيني وعمل على شبه هدنة في غزة هو عمليا يدافع النفسه بأن المشكلة لم تبدأ في 7 أكتوبر المشكلة بدأت في عام 93 عندما وقعت اتفاقات أسلو هذا هو جزء من المعركة السياسية الداخلية في إسرائيل هو عمليا كالدجاجة المذبوحة باختصار شديد هو يضرب شرقة ويضرب غرب وشرق كالدجاجة المذبوحة ولكن في اعتقاده هو سياسيا انتهى ولن تكون له قائمة باعتبارك من أكثر المتخصصين في الشأن الإسرائيلي دكتور سفيان وتفهم العقلية الإسرائيلية كيف يمكن أن يستقبل نتنياهو هذه التصريحات غير المسبوقة من بايدن عندما يصف حكومة نتنياهو بأنها الأكثر تطرفا وعندما يعلن على الملأ خلافاته مع نتنياهو بهذه الطريقة وبهذه المصطلحات يعني أنا سأقتبس مما كتبته اليوم الصحفية المعروفة في صحيفة يدعوت سيما كادمون قالت كلما نعتقد أن نتنياهو وصل إلى أدنى درجات الانحطاط يفاجعنا بأنه منحط أكثر هذا يعني أن نتنياهو قد يجعل نفسه لم يسمع لهذه التصريحات ويتصرف كأنه لم يسمعه بالأكس هو يقول أن إسرائيل تحتاج إلى زعيم قوي يقول لأمريكا لا يقاوم الضغوط الأمريكية يقاوم الضغوط الأمريكية طب أنت قاومت الضغوط الأمريكية وين أنت ما قلت لا لن نسمح بإدخال السلار ودخل السلار أنت قلت أننا لن نسمح بإدخال المساعدات دخلت المساعدات ويعني بقوامتها بماذا الضغوط الأمريكية أنت تعرف أن بدون الدعم الأمريكي أنت لا تساوي شيئا لا هنا ولا في لبنان أنت لا تساوي شيئا على الجبل الشمالية ولكن مع ذلك الجميع يتعامل مع نتنياهو أنه كذاب وبالتالي قد يقول لا أعرف ماذا سيقول غدا لجاك سوليفان عندما يأتي ويسألهم الأسئلة الصعبة واحدة هذه الأسئلة التي سيسألها جاك سوليفان جدول زمني هو ماذا سؤالين متى ستنهو بين قسين مهمتكم والسؤال الثاني ماذا بعد أعتقد أن في الحالتين لا يوجد إجابة ولكن الحديث في إسرائيل وهذا الأمر بالمناسبة هو أمر غير مفرح بالنسبة لأهل غزة الذين يتعرضون للموت لأنهم يعتقدون أو الناس على أمل أن الحرب تنتهي حتى نهاية هذا الشهر ولكن في إسرائيل يتحدثون أنه قد تستغرق حتى نهاية شهر طيب ألا يمكن أن نفكر ونحلل تصرحات بايدن بأنها ربما ستكون طوق نجاة لنيتانياهو بمعنى أنه لسان حاله سيقول انظروا بايدن يضغط عليها ولاية المتحدة الأمريكية تضغط عليه وأنا أريد أن أحميكم أنتم أيها الشعب الإسرائيلي فيعني يكسب تعاطفا ما يرفع شعبيته لا أعتقد ذلك لأن نتانياهو الوحيد من بين كل المسؤولين الكبار في إسرائيل لا يعترف أو لا يسلم بمسؤوليته عما حدث في 7 أكتوبر بصفته رئيسا للوزراء وحاول أن يرقب الكرفة في حين رئيس الشباك قال أنا مسؤول رئيس الأركان قال أنا مسؤول رئيس شعبة الاستخبارات قال أنا مسؤول حتى مدير عام الشرطة قال أنا مسؤول إلا نتانياهو المسؤول عنهم جميعا لم يعترف مسؤوليته وحمل المسؤولية إلى الآخرين لا أعتقد أن هذا الأمر دكتور عمر يخدمه لأنه هو فاقد ثقة الإسرائيليين العمر الآخر الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر أيضا فهم أنه عاش في وهم عاش في وهم أن الموضوع الفلسطيني انتهى أن القضية الفلسطينية انتهت الشعب الفلسطيني في غزة جاء ومنهك في الضفة الغربية هناك سلطة غير قادرة على أن تفعل شيئا المستوطنين يفعلون كل ما يشاءون وبالتالي هم أدركوا أن هذا وهم وهم عاشوا في وهم ويجب أن ينتهي هذا الوهم وأن لا مفر لا مفر للإسرائيليين من أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه بما في ذلك دولة فلسطينية مستقلة يعني في ظل كل هذه التفاعلات القوية يعني لماذا لا نسمع صوت السلطة الوطنية الفلسطينية هو يسمع صوت هنا وهناك ولكنه صوت ضعيف ليس بمستوى الحدث أعتقد أن السلطة الفلسطينية الحالية حكومة ورئاسة ومؤسسات هي غير قادرة على تحمل أعباء المرحلة المقبلة لذلك من المنطق جدا بعد انتهاء العدوان أن يتم تشكيل حكومة تكنقراط فلسطينية مهنية غير فصائلية مقبولة على الجميع تكون مهمتها أمرين الأول الإعداد إلى انتخابات فلسطينية والثانية إعادة إعمار قطاع غزة دون ذلك لن يكون هناك أي أمل في أن يستثمر هذه الدماء الذي سالت وهذا الضمار وهؤلاء الشهداء الذين تجاوزوا الآن العشرين ألف وأكثر من خمسين ألف جريح ونصف غزة حتى الآن تدمرت وأصبحت خراب كما تفضلت وأشارت إلى أن جاك سوليفان سيزور المنطقة بالتأكيد سيلتقي مع رئيس أبو مازن سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب وربما سيزور دولة أخرى دولة عربية مثل قطر، نصر يعني برأيك هل تصريحات بايدن التي استمعنا إليها قبل قليل هي تمهيد لما سيحمله جاك سوليفان؟ بالتأكيد أو دعنا نقول تسهيل لمهمة جاك سوليفان؟ بالتأكيد يعني جاك سوليفان فيه تقديري سيبحث ثلاث ملفات الأول يريد إجابة متى سينتهي العدوان؟ متى ستوقفون هذه الحرب؟ والسؤال الثاني ماذا؟ ما هي خياراتكم؟ ماذا ترون بعد أن تنتهي الحرب؟ والأمر الثالث هو أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية كبيرة جداً لموضوع المحتجزين وموضوع الأسرة لأنها تدرك أن هذا الأمر مرتبط بواقف الحرب وبالتالي بالتأكيد هو ربما سيزور دول عربية وسيتحدث محهم أيضاً في الحالتين ماذا بعد غزة؟ ماذا بعد العدوان؟ ما الذي سيجري؟ والأمر الثالث والأمر الثاني هو موضوع الأسرة والمختطفين ولكن أنا في اعتقادي أن جوك سليفن جوك سليفن إذا زار دول عربية سواء كان مصر، قطر، الإمارات، السعودية هو سيسمع نفس الجواب أن لا فصلة بين غزة والضفة والقدس وأن لا حلولة بدون أن يكون هناك في سياق الحل السياسي وأننا غير مستعدين أن ندفع أي شيء من أجل إعمار غزة فقط لإعمار غزة ويبقى الموضوع الفلسطيني ويبقى الفصل بين غزة والضفة وبالمناسبة ردا على تصريح نتنياهو أو ما قاله في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة أمس بأن إسرائيل ستبقى في غزة من ناحية العسكرية أو بمعنى ستبقى مسيطرة من ناحية العسكرية وأن عادة الإعمار سيتم بأموال سعودية وإماراتية أنا أعرف أن الرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد أبلغ كل الجهات الدولية بأن الإمارات لن تدفع فلسا واحدا لعادة إعمار غزة إلا في سياق حل القضية الفلسطينية حلا سياسيا وهو الحل الدولتين الذي يرفضه نتنياهو جملة وتفصيلا على الأقل في العلن نتنياهو لن يحدد مصار التطورات السياسية في المستقبل في تقديره هناك أيضا تزامن يا دكتور سفيان مع خطاب بايدن تزامن في خطابات مماثلة صادرة عن أطراف أوروبية مثلا الاتحاد الأوروبي الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أيضا يتحدث بلهجة قوية ضد إسرائيل أو ضد السياسة الإسرائيلية ويقول بأنه يعني هو يعني يشير إلى كلام نتنياهو الذي يقول بأنه الضمانة الوحيدة لعدم قيام دولة فلسطينية أبدا كذلك أيضا هناك يعني ثلاثة من رسائل الحكومات الأوروبية يعني قرروا أنهم يتحدثوا في بيان مشترك على هذه المسألة وينتقدوا إسرائيل هل ترى أن هناك ربما سيكون في الفترة الحالية تحرك أقوى من مجرد إصدار بيانات يعني أولا حجم التوحش والتغول الإسرائيلي في غزة غير مواقف الكثيرين من الدول ربما في البداية في 7 أكتوبر تعاطفت الكثير من الدول بالذات الحكومات مع الموقف الإسرائيلي ولكن بعد ذلك أنت تشعر أن هناك تغييرا كبيرا في مواقف هذه الدول ومواقف هذه الشعوب تجاه الجرائم التي ترتكب في غزة وأسرائيل تواجه مشكلة حقيقية بهذا الأمر أمر طبيعي جدا وهذا يعني ربما غير مفاجأ أن العالم كله أصبح يدرك بأن ليس هناك إمكانية لدفن القضية الفلسطينية تحت أنقاض الدمار الإسرائيلي الذي يسببه كل يوم فأن القضية الفلسطينية لها حل واحد وهو حل سياسي يتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة الفلسطينية